لكن زي ما قلتلكم وزي ما تعودتوا دايماً وأبداً ضربة البداية مع مقالي ومقاله عيني عينك كده فاكرين في فترة قبل بداية السيزن والأندية بتجيب لعبتها وكان كاس العالم لكرة اليد شغال وتقال إنه رئيس الاتحاد كرة اليد هشام نصر بيتدخل لتسليك انتقال لعبين لنادي الزمالك والمهم إبعادهم عن النادي الآلي إبعادهم عن النادي الآلي هدف أساسي يروحوا للزمالك يفضلوا في أنديةهم وقلنا كتير مش معقولة إحنا بنتكلم على رئيس الاتحاد وبنتكلم على حقوق عدالة في تسفير اللعبة بين الأندية المختلفة كابتن هشام نصر لما ترشح في نادي الزمالك في الانتخابات الأخيرة على مقعد نايب الرئيس ولم يوفق ظهرت من ضمن محاولات الدعاية ليه حاجة الحقيقة انت عثرت عليها بالصدفة أنا أقلقيتها بالصدفة بعدتالك تقول لي رأيك فيها ايه ايه نجبتها ولا ايه الحقيقة الكابتن حمد الروبي كان مصطدق في الكلاب هاوس بيقول نصا هشام نصر هو سبب انتقال قداح للزمالك بدلا من الاهلي ضغوطات هشام نصر كانت قوية جدا على اللاعب خصوصا ان الزمالك ما كانش عارف يخلصه والاهلي اللي كان بيخلص فيه او في اللاعب هشام نصر ساعد الزمالك كتير جدا وقف جنب النادي وساهم في ضمه الأفضل للعناصر في مصر طوال سنوات تواجده في رئاسة اتحاد كرة اليد واحنا لما ما قلنوش كرة لانك كنت طرف فيه ما كنا طرف وحكيناه قد ضح كان بيلعب في كأس العالم للناشئين ايه ولاعب نادي الشمس مش كده لاعب نادي الشمس واحنا كنا متبعين وقبل كده ايه قبل ما يوصل النهائي انا كنت متواصل مع نادي الشمس ورئيسه الزميل اثامة بوزيد ايه وانهنا الاجراءات لدرجة انه يعني انا كنت عارف ان كل ما نكسب هو كان عمل حركة شاطر يعني يعني طلب مليون قلنا له اوكي قعدنا المرحلة ودخلين بقى على المراحل المراكز راح مزود طالب اثنين مليون اول ما لعبنا الفاينال ليلة الفاينال قال لي لو جبتلي ثلاثة مليون هخلصه مش عايز اتكلم في كواليس اكتر ما كده اللاعب كان مرحب وصورته كان مرحبة والنادي كان مرحب جدا نادي الشمس وقلت له طيب انت عمال بتطلب مني بالتليفون وانا بقولك اوكي ابعتلي الكلام اللي انت قلته كده بجواب للنادي الاهل راح باعد انه كنتوا لو بعدتوا ثلاثة مليون تحصلوا على اللعب جواب رسم رضينا عليه بالموافقة وراع عمر شاوقي كان فات يوم بقت لعب في الفاينال وكسبنا وهو خد احسن لعب ماش احسن هدف البطول احسن لعب كان هشام بسموه دودي وحاجة كده يعني ابن الشام السيد حارس المرمى الدولي بتاع نادي الطيران لعب ما هو بقى وده سنترهب ده اللي خدح سلاعك انما هدف البطول اخدها قدح قدح طول فارع وعنده امكانيات وعد وعارفين انه هو جاي فما استخسرناش فيه ان احنا ندفع المبلغ ده لانه عارفين انه ده حيبقى استثمار وصغير في السن حدث شيء غريب جدا 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 اسامة كان عايز يحترم كلمته وكان متمسك رغم انه هو زمالكاو بس قال لي انا محترم اتفاقي معك ولكن حصل حاجة الماتش خلص اللي بيدرب المنتخب كابتن حسين زاكي واعتقد كان معاه مجد ابو المجد الاثنين من النادي الزمالك يعني راحوا لللاعج صوروا فيديو في قطه هناك في بطولة العالم انه بيرغف الزمالك ورحوا بعتين هذا الفيديو للاتحاد انا بقى عشان رحت مكلم وانا بتفاوض كلمت الكابتن الشام ناصر قلت له كابتن الشام احنا بنخلص وقيل ان الاتحاد لازم يبقى له رأي ويواطع على هذا الانتقال قال لي ما احنا حندرسها قلت له تدرسها في ايه كانش لسه بقى التطورات حصلت وكسمنا البطولة قال لي يعني مصلحة المتخب فين قلت له مصلحة المتخب فين ايه ده انت عندك في مركزه في نادي الزمالك ثلاث لعبة منهم ابنك والنادي الاهلي عنده فرع في الحتة دي لانه كنا احنا واخدين الكابتن يحيا درع وانت خدته وديته الزمالك معلش يا كابتن عالي دي ده انظام الاتحاد نحنا اللي بنقرر يروح فين لمصلحة المنتخب ومصلحة اللاعب رحنا ناخد الاستغناء وساما قال لي انا حديك الاستغناء وهو يكتب الاستغناء للنادي الاهلي قاعد عمر شاو يجي اربع او خمس ساعات مستني ياخد الاستغناء وكل شوية يتصل باتحاد كرة اليد يرفضه وانتقاله في الاخر قالوا له لو عايزه وديه زمالك وديه زمالك وهو راح الزمالك واخد فلوسه بالتأسيد واحنا الشيك بتاعنا كان كاش فانا جيت حكيت القصة دي وقلت له كابتن الشام انت رئيس اتحاد ما تخشش الموضوع بالطريقة دي قال لي هو اتحاد كرة اليد ده ايام قبل كده كان بيعمل ما كان بياخد وقلت له دي كانت قوانين ماشي عالناس كلها ده لما طبق تعليمات اتحاد كرة اليد انتقل ياسر ايوب من النادي الآلي الى نادي الزمالك بدون استغناء لخلاف بينه وبين المدرب بتاعه ياسر لبيب تقصر ياسر لبيب وكان اهم لاعب في النادي الآلي سنترهاف المتخد اختلف مع المدرب بتاعه خلاف كبير والاتحاد كرة اليد خاف على مستوى اللاعب فسامح له بالانتقال لنادي الزمالك وانتقل لمدة عام ورجع بعد كده بعد ما انتهت المشكلة ولا سافر برا المهم يعني فلم يستفد النادي الآلي من اي قرار فيه استثناءات خالح فحضرتك ما تجيش تقول لي دي زي دي انت عندك قوام منتخب مصر الرئيسي وده لعب ناشر هيروح النادي الآلي حيلعب بصفة اساسية ما كانوا موجود اللي حصل وطبعا بعد كده حتى تكرر الامر في اخوان الدرع يحيا ثم سيف طبعا هيطلع الناس تقول لك كلام تاني وجبولك تصريحات تانية بس ده اللي حصل ولو ترجع عندنا هنا في الخنة هتلاقيني حكاة القصة بالطريقة دي وقتا ليأتي حماد الروبي وقت الاتخابات دعما لكابتن هشام ناصر قال لهم انتو ازام يا الرجل ده ده عمل لينه عوصى ولا والناس تندهش يا أستاذ إبراهيم هو الأهلي ما يكسبش ازامالك ليه